معظم أطفال هذه القرية في منطقة ميدي الساحلية اليمنية ضحايا الألغام الأرضية التي خلفتها الحرب رائد دهمش واحد منهم بعد أن فقد إحدى ساقيه منذ أكثر من عام وترك تعليمه أيضا فأضحاف ناء منزله متنفسه اليومي الوحيد ليعود بعدها بمساعدة عكازته إلى كوخه حاملا آماله البسيطة ألم أن أرجع لحص الرجل صناعي وارجع مع أخواني وارجع مع زمال أهل عماون وارجع للمدرسة وللرعي وتمنى أن نباعده اللغم في المزارع والبيوت والحقول الألغام في اليمن تسببت بسقوط الآلاف من المدنيين بين قتيل وجريه أغلبهم من النساء والأطفال في 17 محافظة يمنية حسب المركز الأمريكي للعدالة 75% منهم تعرضوا للإعاقة الدائمة وما زالت الألغام تحصد المزيد من الأبرياء أكثر المتضررين كان هنا في مدينة ميدي المزارعين وأصحاب المواشي حيث أنه تم استهداف أكبر مناطق شاسعة من مناطق الرعي والمناطق الزراعية ارتفع أعداد ضحايا الألغام والمتفجرات من الأطفال في اليمن خلال الخمس السنوات الأخيرة إلى ثمانية أضعاف بمعدل طفل واحد كل يومين حسب منظمة إنقاذ الطفولة وسط استمرار الصراع الدامي في هذا البلد الفقير شهد اليمن على مدار تسع سنوات من الصراع أكبر عملية زرع للألغام الأرضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حسب تقارير منظمات دولية ومحلية الأطفال هم أكثر ضحايا هذه الأسلحة الفتاكة نبي راليسو في الحرة صنعها